أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى هذه أنوينها التضامن العالمي مسؤولية مشتركة شعار اليوم العالمي لمحاربة داء السيدة الذي تخلده المجموعة الدولية اليوم وفي النشرة نقف عند الجهود التي تقوم بها المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة في مجال تحسيث والوقاية وتقريب الخدمات الطبية من المصابين مع استمرار جائحة كوفيد تسعة أشارين صحوا خبراء الصحة باعتماد التغذية السليمة وتعرض لأشعة الشمس وممارسة تمارين الرياضية لتقوية مناعة الجسم في مواجهة الوباء الفلاحون في حوض ملوية العليا بإقليم خنفرة يشرعون في موسم جني البطاتس منتج يحسل مساحة واسعة بالمنطقة ويتميز بجودته كما يواجه إلى أسواق مختلف جهات المملكة أهلا بكم في سياق دولي يتسم أساسا بمكافحة فيروس كورونا المستجد يحل اليوم فاتح دجمبر اليوم العالمي لمحاربة داء فقدان المنع المكتسبة السيدة وهي مناسبة للوقوف على خطورة هذا الداء وتأكيد على الحاجة لإظهار المزيد من التضامن الدولي في مواجهة وباء أودى بحياة الكثيرين شعار اليوم العالمي لمكافحة السيدة هذه السنة التضامن العالمي مسؤولية مشتركة وهو دعوة لتدافر جهود الجميع من أجل محاربة هذا المرض الفتاك ومساعدة ودعم الأشخاص الحاملين للفيروس وهذه المناسبة السنوية فرصة لاستعراض الجهود التي تقوم بها المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة بالمغرب خصوصا خلال هذه الفترة الاستثنائية لجائحة كورونا روبرتاج ويسال إمغري ويسين مرافق هذه السيدة مصابة بالسيدة منذ سنة 2012 تتلقى علاجها بهذا المركز الذي يوفر خدمات في مجال التكافل التبي والنفسي والوقاية تحت إشراف أطقم تبية وتمريدية خلال فترة الجائحة اتخذ المركز مجموعة من الإجراءات لحماية المرضى والعاملين تم توجيه إلى هذا المركز حيث استقبلت من طرف أخصائيين والعلاج كان بالمجان خلال فترة كوفيد-19 لم يبخل العاملون بالمركز على تقديم النصائح وكيفية الورقاية من الوباء خصوصا أن منعتنا تبقى ضعيفة مقارنة مع الأشخاص العاديين المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة تسعى إلى تقريب فرص الولوج للعلاجات بالنسبة للأشخاص المصابين المركز يضم مؤطرين يصهرون على عمليات التحسيس والرعاية والدعم النفسي للمرضى نعمل مع فرق مختصة في الميدان من أجل تحسيس الأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ولتوجيههم إلى مركزنا للاستفادة من خدمات متنوعة المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدة راكمت سنوات من العمل الميداني فالتوعية والتحسيس يشكلان أساس الخدمات التي يوفرها المركز فضلا عن خدمات تشخيص التي تتم في سرية تما ترعي خصوصية الفرد وتضمن التكفل به إن تبين حمله للداء ومعنا للوقوف عند هذا الموضوع أو تنضم إلينا مباشرة السيدة نادية بزاد رئيسة المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة مرحبا بك دكتور بزاد وفي البداية هذه الضرفية الاستثنائية المرتبة تفشي جائحة كوفيد 19 كيف كانت تأثير ديالها على الخدمات الصحية لموجهة المرضى السيدة ووش هذه المرضى هم أكثر عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بكورونا في البداية أريد أن ندير تكريم الأرواح الأطباء اللي مشوا في هذه المرضى نقدل حياة المرضى فمليشة الجائحة ديالفيروس الكورونا وقع واحد اضطراب كبير في تقديم فالمرضى مقاش تيجي لأنا خايفين لنا من الميز ومن الوسم لأنهم فيروس ديال السيدة لأططر على الجهاز المناعي ديالهم إحنا ما قداش نتحركوا لأننا كنا تنديوا حملات طبية وحملات للتشخيص فمع الحاجر الصحي مبقيناش تنخرجوا ولكن الأبواب كانت تفتوح هذه المراكز للعلاج والوقاية فكنات نستقبلوا المرضى واللي بريد التشخيص وكانت نسبة قليلة هبطت بساف نسبة ديال التشخيص ولكن المرضى التي تيجيوا تيأخذوا العلاج ديالهم فالعلاج ممكن نتعطوه ديال الشهر ولكن ديال الثلاث أشهر لأن الهدف ديالنا هو استمرارية العلاج وهذا شيء مهم جدا كيفاش تعاملنا في ميدان الوقاية فهنايا بدأنا لأننا قدمة الجائحة ديالة بدا نكونوا نعملوا التطبيق واحدة الابتسيون في دكتور بزاد بلادنا تستعد لإطلاق حملة واسعة لتلقيح ضد كوفيد-19 فشنو أهمية التلقيح بالنسبة لهذه الفئة بالخصوص المصابين مرض السيدة التلقيح يهم جميع الفئات المجتمع اللي فيهم السيدة واللي ما فيهمش سيدة فهذا فئات السيدة فهذا فئات السيدة بقية مختلفة في الدروس بقية مختلفة نتيجة لنقاحه ونحن اللي سنتطلبوه وأن كل شيء يكون عنده الحق في التلقيح وتنطلبوه باش تكون واحد إرادة قوية باش تكون تتلقيح السيدة لأن الكوفيد بعد سبع شهور لقينا اللقاح ديالو لقاحات أكتر أما في السيدة دي 30 عام ونحن نستخدموه على السيدة حد الآن بقية مرقوش تلقيح فنحن نطلبوه باش المجهود يتويكون في السيدة اللي بغينا نكونوا على البوعيد ديال 2030 ونحددوه إن شاء الله شكرا لك على هذه المشاركة دكتورة نديا بزاد رئيسة المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة وبخصوصي المعطيات المسجلة أمس حول الوضع الوبائي لكوفيد 19 فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2977 حالة شفاء كما سجلت أمس 57 حالة وفات الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 356.336 حالة ومجموع حالات شفاء التام إلى 305.291 حالة بنسبة تعافي تبلغ 85.7% فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5.846 حالة لتستقر نسبة الفتك عند 1.6% وفي ضل هذه الجائحة ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتغذية سليمة وتعرض لأشعة الشمس باستمرار من أجل تقوية منعة الجسم كما ينصحون باستهلاك الفواكه خاصة الحوامض واللحوم والأسماك إضافة إلى ممارسة الرياضة روبرتاج خديجة منذ انتشار وباء كورونا كثر الحديث عن علاقة هذا الفيروس بالمناعة فكلما كانت المناعة قوية كلما كان احتمال الإصابة ضعيفة والمناعة تكتسب عبر مجموعة من الأساليب التي يعتمدها الشخص في حياته اليومية من ضمنها التغذية السليمة التي تعتبر أساس صحة الجسم وتقوية مناعته في زمن كورونا التغذية السليمة أصبحت هاجساً لدى فئات عريضة من المجتمع الكل يبحث عن نوعية الأكل الذي يقوي ويزيد في مناعة الجسم لكثاب المناعة طبعاً الإنسان خصويا يكون جميع الخضر لكيين واللحوم وطبعاً الأسماك وبالأخص الأسماك لحمة بيض حي لو كان المواطن يأخذ المسائل في حلقة دلتشين هذه مسائل عسوائية أما حالياً بعد كورونا رجع المواطن يتطور يجيب حتى المسائل اللي هي بيو بقية فريش بقية زيدا لكن صاحبها المواطنين في هذا الوباء هذا والإنسان يتقدى الحاجة التي تضرح منعه يتقدى الحاجة مزيانة يتفادى الحاجة التي يمشي مزيانة خبراء التغذية ومنذ بداية الجائحة ما فتو يأكدون على دور التغذية السليمة في تقوية الأجهزة المناعة إضافة إلى عوامل أخرى تبقى ضرورية وأساسية لصحة ومناعة الجسم التغذية متوازنة وصحية طبعا مع تركيز على الأغذية المقوية المناعة سنضروري نمرس الرياضة 30 دقيقة يوميا نشرب الماء مزيان لترونوس على الأقل يوميا نعسو مزيان 6-8 ساعات ليلا ونبعد ما أمكان للتوتر والقلق التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات ينبغي أن تظل أسلوبا منتظما في حياتنا اليومية وليست مرتبطة بفترة الوباء لمواجهة أي مرض أو على الأقل التقليل من زدائيته الخطيرة ومع استمرار تفشي الوباء عبر العالم تعهدت منظمة صحة العالمية بالكشف عن مصدر بيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أزيد من مليون وأربعمائة ألف شخص عبر العالم ومن جانبها أطلقت منظمة الأمم المتحدة اليوم نداءا إنسانيا لجمع مساعدات بقيمة قياسية تصل إلى 35 مليار دولار وذلك للتصدي لتدائيات الجائحة زكية بالقص فيروس كورونا لا يقتل فقط بل يزيد من شدة الفقر والجوع يجعل الملايين في حاجة إلى المساعدة الإنسانية برنامج الطوارئ لمنظمة الأمم المتحدة ناشد كافة الدول إلى التضامن ومساعدة 160 مليون شخص في 46 دولة يواجهون النزاعات والحروب إضافة إلى تدائيات التغير المناخي والوباء أعتقد أن ما يقارب 170 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام ومع اقتراب 2021 نعتقد أن العدد سيكون 235 مليون شخص هذه زيادة تصل إلى 40% وتحدث بسبب كوفيد-19 منظمة الصحة العالمية تعهدت على لسان مديرها بدل أقصى الجهود لمعرفة مصدر فيروس كورونا موقف منظمة الصحة العالمية واضح جداً نحتاج إلى معرفة أصل هذا الفيروس لأنه يمكن أن يساعدنا في الوقاية من تفشي المرض مستقبلاً ونبدو نقصر جهودنا للتأكد من معرفة أصله وفي أخبار اللقاح أعلنت شركة موديرنا أنها ستقدم الطلبات ترخيص للقاح المضاد للفيروس إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة صادقت ولاية أريزونا رسمياً أمس على فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة على حساب منافسه الجمهوري الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وهذه المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يفوز فيها مرشح الديموقراطي بالانتخابات الرئاسية في هذه الولاية وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات إن هذه الانتخابات أجريت بشفافية وذقة ونزهة على الرغم من الإدعاءات الكثيرة التي تزعم خلاف ذلك والتي لا تستند إلى أي أسس لتعزيز التمدرس في الوسط القروي وبمجب اتفاقية شاركة بين وزارة التربية الوطنية وتكوين المهني وتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة بن مل الخنفرة تم تخصيص أربعمائة وثلاثة وعشرين حافلة لنقل المدرسي لفائدة مجموعة من المدارس على صعيد الجهات ككل مبادرة تندرج في إطار المجهودات المبدولة لمحاربة الهدر المدرسي وفاء لعقوبي وأحمد الفضلي الدفعة الأولى تضم مائة وواحد وثلاثين حافلة من بين أربعمائة وثلاثين حافلة تنص عليها الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة والوزارة المعنية بالتعليم الحافلات ستوزع على مجموعة من المدارس المتواجدة بالعالم القروي خصوصا بالمناطق الجبالية العدد الحافلة التي لديناها في الاتفاقية هو ربعمائة وثلاثة وعشرين الشطر الأول فيها سنة ألفين وعشرين فيه مائة وثلاثين سيارة التي ندفع في توزيعها سيستهد الجميع الجماعات بالجهة أنهم 135 جماعة البناء هذه الاتفاقية كان من أجل الحد من الهدر المدرسي بالجهة وضمان تكافؤ الفرس والإنصاف والعدلاء المجالية بحيث أن كل هذه الحافلة اليوم هي موجهة إلى الوسط القروي وأيضا كما قلت الاتفاقية تتضمن إحداث 22 جماعة يعني مدرسة جماعتية توزيع حافلة النقل المدرسي على مدرس العالم القروي سيساهم بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي وتزليل العقبات أمام التلاميذ أنا كان بعد على مدرسة تنويات الزرقطاني 32 كيلومتر الحمد لله كان النقل مفرلينا أحسن أمور كان نجي في وقتنا وكان لقى فورض موجودين وفي وقتهم حال دبا في الصباح كان نوضو خاص إلا بوتي تجي ما تجيش في النقل حس كتجي في الصباح بكري حس تجي ستاديات الصباح وفي النقل كانت بقى واحد شوية فهمتي واحد شوية عاد كتجي في النقل كتجي في الوقت أنا شكراً هذو كل يخرجوا لنا الناقل حيث بلا الناقل كنا أبا دينا غي يخرجونا من المدرسة وما غاديش نكمل وقراء دينا كلفت هذه العملية 180 مليار سنتيم مجلس جهة بن ملال خنفرة ساهم ب60 مليار سنتيم مبادرة ستسفد منها جميع جماعات الجهة وفي مجال تعزيز البنية الطرقية تتواصل بالمناطق الجبلية بأقليم إفران أشغل الربط المباشر بالمراكز الحضريات تسهيلاً لولوج مختلف الخدمات أشغل هدفها فك العزلة عن الساكنة روبرتاج عبد الرحيم بن شيخي وإحمد الفاضي 50 دوار 20 ألف نسم بهذه المناطق الجبلية فك العزلة تطلب دراسة ميدانية بنظر إلى طبيعتها الجبلية وتم رصد غلاف مالي مهم مما سيمكن من تقليص مسافة الربط بين عدد من الدواوير والمراكز الحضرية بإقليم إفران إلا تساوب الطريق أتحيد لنا المشاكل بزاف غايولي كل شي قريب لنا أبقى نطلعوا لعين اللوح للطبيب نتسوقوا هتولي الحياة تسهل علينا ولكن شي مرة بغا تسولدوز عندها لابيلونس ولكن تلججي عندنا الماكينة تحلينا الطريق ما نبقىوش حاصلين ولكنني كانت البودبة من المسوريين وقال 14 كم يكملوها لعين اللوح لإجازهم بخير ولكنني كانت خدموا دي البقرية للمرسوا عليهم إياه إذا عمارة نقصت الصايرة علينا وإني ضايرة بزاف شي 140 كم لعين اللوح عين اللوح فاش كانت قضاء الفقرية التي محضيت كان مشي حتى لازرو وكان مشي حتى العين اللوح كان مشي كان جيب العلف ديال المال وكان جيب الماكلة ديال دريري ولكنني بعيدة كانت المسيرين اللي قديت تساوب الطريق ديال عين اللوح قريبا وبالنظر إلى طبيعة المنطقة الجبلية القراوية فإن الربط الطرق مهم وضروري للحياة الاجتماعية والاقتصادية مما سرع في تنزيل تنفيذ إنجاز الطرق لتقليص مسافات الربط المباشر الأشغال ديال الأمم مستشفى المستعجلات والسوق الأسبوعي والسوق الأسبوعي والسوق الثانية تربط بين المرسوع وعين اللوح على طول 414 كم وهي الآن في طول الإنجاز فك العزلة على عدد كبير من ساكنة الدواوير الجبلية سيمكنها من ولوج سائر المرافق الصحية والاجتماعية والاقتصادية الفلاحون بحوض ملوية العليا بإقليم خنفرة دخلوا موسم جني البطاطس تعبأت سواعد لجمع محصول مهم ومتميز بجودته العالية سلسلة البطاطس تحتل حوالي 3000 هكتار بإنتاج يتعدى 80 ألف طن كما تساهم في توفير حوالي 100 ألف يوم عمل في الموسم المنتوج يواجه إلى أسواق مختلف الجهات روبرتاج بسلام الخلوي إبراهيم الغوتي وإيمان المحفوظ من موسم لآخر تزداد المساحة المستغلة بالخضر بحوض ملوية العليا خاصة البطاطس قطاع يشغل ما بين 2000 و 3000 هكتار من النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة منطقة فلاحية صاعدة بمؤهلات طبيعية كبيرة اتجهت في السنوات الأخيرة نحو تركيز هذه الزراعة وجعلها ذات قيمة كبيرة بالأسواق الوطنية الزراعة الزراعة بطاطس تشمل حوالي المساحة 2000 هكتار سنويا ما بين 2000 و 3000 هكتار وهذه الزراعة تمكن من خلق فرص الشغل للساكنة المحلية وكذلك للساكنة المجاورة بحيث أنه في هذه المرحلة هذه ديال الجاني فهكتار واحد ديال البطاطس يشغل نتل 50 ديال اللي يقوموا بالجامع بالنسبة الانتاج اللي كانوصل لها في هذه المنطقة فهي كالتراوح كمعدال ما بين 30 تل 35 طن في الكتار مع أن نسجل انتاج اللي كتوصل تل 45 تل 50 طن في منطقة ملوية محور فلاحي واعد بتراب إقليم خنيفرة وميدلت وسلسلة البطاطس التي دخلت موسمها السنوي أضحت رافعة تنموية كبيرة ومحركة لعجلة الاقتصاد المحلي كل عام يكون الموسم ديال البطاطس فهذه المنطقة دائرة كل واحد يستفيد فيها فوراة الكيميون صحاب الفلاح والكساب وكل شيء يمسفل في المنطقة والحمد لله أي منطقة يمسي لها البطاطة الحمد لله نحن أخذ دائمين في هذه الفلاحة دائمين في البطاطة والمطاطة موسمية والموسم ينخيز ينخيز ينتفاع كل واحد فين يخدم يجيوا من دكوالة يجيوا من غرباوة يجيوا من توجطات من كناز من بودربالة من قيقو كل من منطقة يجيوا منها فرغم إكرهات جائحة كورونا فلاح المنطقة وبمجهود كبير انخرطوا بفعالية في استغلال أراضيهم وفي استمرار عملية الإنتاج وضمان توفير المحصول الفلاحي للأسواق الوطنية ختما تذكير بأبرز ما تبعنا في هذه النشرة التضامن العالمي مسؤولية مشترك شعار اليوم العالمي لمحاربة داء السيدة الذي تخلده المجموعة الدولية اليوم وفي النشرة كان لنا وقفة عند جهود المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة بمجال تحسيس والوقاية وتقريب الخدمات الطبية من المصابين مع استمرار جائحة كوبيد تسعة باعتماد التغذية السليمة وتعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة لتقوية منعة الجسم في مواجهة الوباء الفلاحون بحوض ملوية العدية بإقليم خنيفراء يشرعون في موسم جني البطاطس منتوج يحتل مساحات واسعة بالمنطقة ويتميز بجودته كما يواجه إلى أسواق مختلف جهات المملكة شكرا لكم على المتابعة وإلى الغد في إذن الله اشتركوا في القناة